اهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتكم نيو ميديا في برنامجكم الستوديو ديفي اليوم الممثل والمسرح القدير حسن المبروكي بيش نرجع معاه الى مسيرته واميله ونعرفه اشنوه اجديده مرحبا بيك سحسن اهلا وسهلا يعيشك اختي ضحاء وشكرا على هذه الدعوة الجميلة وشكرا ايضا لقناة نيو ميديا تيفي وان شاء الله تكون الحلقة متاعنا فيها الاثراء والإفادة والإضافة شكرا اللي كانت في لقبولك الدعوة يعطيك الصحة بش نرجع معاك البداية بداية انا ابن مسرح الجنوب بقفصة تحية لهذه قفصة وتحية لهذه قفصة وتحية لجمالي ايضا جمالي بمسرح الجنوب وماركس فنون درامية ايضا من قفصة وتحية لأستاذي العملاق عبدالقادر مقداد والله ورغم اشتحشت من برشا عندي سنوات ماريتوم الزملائي لكل يعني يمكن اقرب واحدة ريثة لطيفة القفصة يمكن عندها عميلة كاك تلاتها سنين عندي مدة معناها مبرشا متقابل شنوية عديد سنوات سنوات ممتعة وجميلا عن زملائي محمد ساسي لكتاري لطيفة القفصة منصف البلدي محمد مالك شكري الكريمي حمادي عمار محمد فضل جلنزا حمزة داود معناها كل زملائي بطبيعة الحال معناها كنا نخدموها نشارعوه معناها في كل الأعمال تحت إشراف الفنان القدير الأستاذ عبدالقادر مقداد به جيل جديد ما يعرفش سيحسن وما يعرفش بدايته كيف يبدأ وين قرأ وين يتكون انا قلتلك ساعة انا قريت بالنسبة المسرحية ابن الفنان عبدالقادر مقداد بعد بعد خرجت معناها لفرنسا واخذيت معناها ديبلوم في الفنون الدرامية من الإيكول سيبريور دار دراماتيك دورين البريطاني فانتني ومن بعد السنوات هذه ارجعت هنا لفرقة مسرح الجنوب بقفصة اللي ولت من بعد مركز فنون الدرامية والرقحية احسن المبروك يشارك في عديد العمال كما المجنون رقم سبعة في المجنون رقم سبعة هي ذي بديت فيها بدورة حسن جاء على اسمي الفنان عبدالقادر مقداد دوم ادخلت وقتها قال لي هكفي مرحلة معناها تربس وعطاني الدورة دي على اسمي وقتها بدورة حسن المصاحب للمجنين وكذلك وخدمت معناها في الحريش مصرحية الحريش مصرحية الجراد مصرحية جوب مصوغر وكذلك وحتى عمار بزر معناها جتني فرصة فهمت الله وخدمت فيها رغم اني قبل معناها نتفرج عليها وكنت نتمنى بش نكون احد معناها افراد مسرح الجنوب بقفصة ونشارك معناها في عمار بزر وخدمت عديد الاعمال معناها التلفازية بديتها مني تقريب من عام 1985 بديت في مع عبد الغزاق الحمامي اللي يرحمه في في ابحث معنا حلقات معنا وكذلك خدمت برشة معنا حلقات مع رشيد قارا اللي يرحمه ومع المخرج محامة مصف الكاتب الموجهة للطفل وعديد العمال الدرامية خدمت انا وقعت وزيعي في الدوار ورفضت وقت الدوار ما اعجبنيش عليش؟ والله بصراحة انا الادواره دي كنت معنا تقريبا الخطر مش الدوار بطولي مش حكاية للا مش حكاية الدوار بطولي ايوه؟ ادوار هميشية لعندها لساس لرأس لا تخليش اثر اي مش حكاية الدوار واللي معروف على الحسن ليزم يخلي بسمة كيمالحشن حتى معاصف اعطاني وما حبيتش انا في غادي اخذيت دوار تكعي نجم الدوار ثانوي عندي خير من يا زهرةٌ في خيالي يخذه بطولة ادوار هذا ابن الشيخ ولدي الشيخ طرام وقتها بابا حطا بالذيب الله يرحمه انا يرحمه عام الحقاني الصعيب معنى عنده دي كاركتير كما الحصاد اما هذا اهدى شوية عنده روح نظالية و يخرج للجبل و يناظر معناه ضد الاستعمال خلا اثر فهمت الله بار كونتر الدور الاخرى معناه انا عطيت ما في جاعي معناه وقته في مع المرحوم مصفى العدواني لكن ديما نقول دور دور المولدي في غادا رغم عنه دور ثانوي خير من دور مثلا دور البشير في يزاهرة تنفي خياري مع عبدالقادر الجربي بش نغوص معك في مسلسل الحصاد اللي شد انتباه المشاهدين و المتفرجين بش نغوص معك في الكواليس كيفاش كانت تجربتك فيه اي فضل والله انا دور وقتها رغم ما كلش نثور وانا وقتها اوقع نقاش بيني انا و عبدالقادر الجربي الله يرحمه معناه على اساس كيفاش نرفضك الدورة ذاك اي قال لي انا وقتها ما انا عرفكش مليح واحد وكذا الدورة ذاك سمعت قال ما سمعت سماعا ومعناها وقعت توزيعه فامتني لعيسى حراف ربي ان شاء الله يشفيه ان شاء ربي يشفيه اي عيشي اي اخي انا هابط من كثرة يام ايتاش وقتها في الدعف هابط من كثرة يام ايتاش وقتها وقعته وزيعي في دور بطولة معها محمد غوظبيان كان مسلسل عطش وقتها للفنان القدير المؤلف انتاوي حسين المحنوش وحتى بطولة حسين المحنوش ان شاء الله ربي يشفيه حتى هو عادي كمشيت انا وقعنا على هكلي تبديل الدور ومدرا شو ما اخدته محمد مش ليسى قال لي الواسي ما اخدته مش ليسى انا هابط شوف سبحان الله متى انا هابط بالضبط وارضني عبد قدر يجرب شدني من اداية محنوش هزلي قال له اجيبك الساشية واحد كذا جاء عطانيك الساشية حسيت انا معبلي وقتها سبار واحد قال لي برا اخدته وقراه وقتها دور وفعلا ندور معناها دور خالد ذا الانسان معناها اللي يحب الارض ولي يحب ديما المحافظة على عائلته وديما يسعى معناها يتحدى اي انسان معناها بش يقرب بخطر الارض بالنسبة لي هو شرفه عرضه زوجته معناها بكل حاجة بالنسبة لي هو عرضه وفعلا محظوظ ياسر معناها كنت كنت محظوظ برشا معناها في اعمالي كما المرحوم حقابا ذيب المرحوم منصر لزعر الفنان القادير الفتحي الهداوي الفنان القادير نزيها بيوسف لطيفة القفصي معناها برشا ممثلين معناها ممتزين وكنت محظوظ معناها بشي نخدم معاهم فهمتني ونتعدت معناها وكذلك المخرج عبد قدر يجلبي الله يرحمه معناها مخرج قديري نحن نجم تقول الدراما بديت معه هو وصي صلاح الله يرحمه مزوت تعديت الحق تورناج به أمبي كابل مع الزملاء مع كل التقنيين مع الممثلين وحك بسرح وفي هذا سمح بالنسبة لديناك الدورة ذيكة رغم أنا بديت نتعرفه من غادة ديجاه وعبد قدر الجربي ديجاه شايفني في غادة معنا في واحد ومن بعد جاء بعد هو بالضبط عملت الحصاد وبعد عطاني هو عبد قدر الجربي عطاني معناها عطاني تقريبا ثلاث دوار أخرين في مسلسلة بطولة عطاني في زارة الخيالي عطاني في زاد نزيد أيضا في حكم الأيام حتى كم شاء لحنة بعد وزعني كذلك في مال وأمال للمؤلف عبد الحكيم العليمي الحصيلة الواحد المسلسلة ذاك استمتع في برشة معناها يعني كنت محنوظ برشة معناها يعني حسن المبروكي الأدوار البطولية ما عاش تحب تخدم بأدوار ثانوية لا بالعكس الجيني المهم الواحد يكون معناها في باله أي الجيني دور نخدم عليه أنا خدمت معناها أنا خدمت أنا خدمت دور في نواسي واعتب معناها دور هكاكة تكميلي تكميلي عطاني جربي قالي حسننا الدورة دينا أحبك تاخد مونتي غادة معا كذلك معناها ثلوي معا الحاج أهم المسرحيات اللي شبناها عمار بزور أهم الحاج المخرج بتاع غادة أيوة أهم المسرحيات عمار بزور الترقف اللي صارت معاك والله بالنسبة لعمار وزور أكثر شي معناها كانت تعاملي بتاعي يعني قلتك رغم الزملاء كانت تعاملي معا أكثر شي في الارتجال أنا قلت ما ما كانش فيها دور دخلتها كاكة كان معا أكثر شي معا محمد ساسي لكتاريا معا كذلك حمزة حمزة بن داود كذلك معنا وجل حتى هما مقصرهم أخدم مني الممثلية كما منصف البلدي محمد ساسي لطيفة الحق بصراحة لقيت معناها المساعدة وقيتك الجو معناها رغم كنا نتعبوا برشرة نبقوا مترواكة نحظرهم بعد ثانا دو موات دو موات دمي معناها انتورني معناها تلقانا نخرجوا فمتلا واحد ولكن كانت فيها نجاحات وحب الناس معناها الفرقة العريقة فرقة قفصة فمتلا بصراحة مصرح الجنوب في قفصة لا ينسوا هذه كان نعمة من نعم الله أعطيها يا ربي والله نعمة خطر هي اللي خلتني باش نتعرف معناها في التلفزة ومفضل بك يعني قلت يرجع للزملائي والربي سبحانه أكبر كل شيء والأستاذي العبد الخطر المقداني أيضا الخطر أول أنا كنت معناها ومعناها بديت معناها معناها تلمذت على يده شعب دقاذي ودخلت في التربص معها وبقيت معناها بقيت سنوات معها وكذلك لقيت معناها مساعدة من من كل الأطراف العناصر اللي موجودة الزوم هداية سواء من حمزة محمد ساسي محمد فاضل شكري محمد مالك حمد عمار أنا محبش ننسى أصحابي رأو مصف بلادي كل محب ملابية تحية ليها ملكون مقتليش على الترقف اللي صرت لك في المساحية أه والله تعريفة أنا نحكي لك مرة أه أه إحنا نعمل وبرشة تورنيات آه أنا مرة نشوف في الدكتور اللي يمثل فيه محمد فاضل جلنزا آه صوته قوي ياسر محمد فاضل ليلتها كانوا زفر تصفيرها مش لها شديت رحي معناه شديت رحي بسيف هذيك خطر من التعب و جهد وشعاتنا فما بلايس فما بلايس شدينا كيلة كيلة طيفة القفسي بالضبط نذكرها وقتها شدينا رحنا بسيف آه آه خطر شعاتنا عمل وزود عروف على بعض شعات واحد يتعب معنا عمل وجود مرة محمد ساسي البتاري هذي يخدم كانسيان دوره متاعه جوزيف بولان السيدي يدخل هذي يمشي وجهه يمشي حتى منك يا جميع عملي شي يبو ربي يمشي يعملك الزيت وكشحمة على الواحد هذي يدخل ورابط شعره هكه موجه كانوا فهمت الله ويدخل فريمان سيتامي كانسيان مش لها انا كنت عنيف شوية مع 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 المجانين ايه المرافق متاح ايه ما بها العرض من العرض شديت وانể few وان�도 هنا فهمت فحيها لديه من الوقته محمد سقيه كأنو عادت ثاني وانيا أصحي تشديت كأنو سقيه كأنو سقيه هذي شديت لديه لديه رئي من الارتجال الذي حدث واللي يعجبك في قفصها احنا ماخذين خط كما تقول احنا نعمل في التياتر البوبيليل لكن عنا كل السيستام متاع الكوميدا ديولارتي يعني نرتجل وبرشرة كل كل عناصر الكل عناصر متاع الفرقة وهذا داخلها ومعناها في التدريبات متاعنا والتدريب والتمالين متاعنا مع استاذنا عفقة المخليم مسرحيت جواب مصوغر كيفش كان التجربة مسرحيت جواب مصوغر كذلك عندي فيها دور رئيسي اللي هو دور الحظري المسؤول على الصحة في تلك الجهة انا وقتها دو ما رجعت معناها من فرنسا ما نمشي قطلب وم بعد ارجعت وقعت توزيعي وانا تجم تقولك معناها محظوظ سواء في الدراما سواء في المسؤول حمد لله حمد لله بدايتي بداية رغم توا عندي سنوات ما اخدمتش انا في الدراما برشرة من 2007 لكن يعني قطلبك معناها تسمى محظوظة انا اخذيت ادوار باهية واستمتعت مع ممثلين كبار معناها اخدمت في ظروف ورغم اريني قطلبك معناها تجيني برشة عروض ومن مشيش موش معناها الخطر الدور لا معناها ما تعجبنيش الادوار معناها تبقى هكذا الادوار اي ما نحبش نعم عملت معناها حاجات بيه نجي نعمل معناها حاجاتك يعني عملت بسمة للمشيهد ولا المتفرج وبعده نجي نعمل حاجاتك بدبتك ولكن مع هذلك مع ذلك معناها نخدم المسرح عندي شركة من اسمه دي الانتاج الفني والتوزيع نخدم للمسرح عندي سنوات معناها نخدم للفئة العمرية الأطفال معناها مستمتع معناها بالمجال هذائي عندي سنوات هنا نخدم فيه ما نخدمش للتالزهاني معناها نخرج كل عام مسرحية معناها موجهة لطفل كما اسمه عندي عروض اعمال عندي شادي الشجاع اي ذي يحكي على عروض سنة الفين واربع عشرين ان شاء الله سنة اي عندي اسمه هذه العمل الجديد ذي يحكي على اهمية الكتاب عند الطفل انا اخذ اقتباسه عامل الاقتباس متاع المسرحية هي اصلها للفنان حاتب مرعوب انا عامل اقتباس متاع القصة هذية ونقدم فيها واحدة عامل افداوي اومانتون اومانتون شخص معناها في تشخيص معناها ادوار المسرحية الدوم بريسك 45 دقيقة عاملوا اعمل تجربة مع المدارس ابتدائية في رحلة النجاح اللي ايضا تحكي على قيمة التعليم عند الطفل متمثلة في طفل تحصل على معداد سيئة جدا في الرياضيات الوالد امتاعه معناها يشتذل غضبه امتاعه ومنعه معناها باش يذهب يمشي للرحلة معرفاقه وذلك معناها ليس لسبب انه تحصل على العداد سيئة سيحسن ايوح فضله الاخي بعد معناها نصحوه على اساس باش يمشي معناها الاستاذ معناها يحاول المعلم معناها المرب يحاول معناها باش يدارك معناها الجاية وهو غايته انه يمشي لنحت معرفاقهم وش غايته معناها همية الدرس لكن تعدى على مراحل معناها اقطع مسافات ومسافات معناها طرق معناها صعبة برشة باش يوصل باش نوصل ومعناها للطفل على اهمية العلم والمعرفة عند الطفل اقتنع الطفل في الاخر معناها في الاخر يقول والان معناها باش نروح معناها اعودوا الى البيت معناها ومعناها يولي معناها يتم بدراسة ومعناها ويحب لقاء الدراسة واحد وكذا وان شاء الله سنة معناها انا نعاود معناها العام اللي فاته كل خدمت معنا مع المنظمة التربية والتعليم مع المدارس البيتدائية السنة تماما مسلسلية جديدة ان شاء الله والله حليل ما عندي شيء حليل عني ودكة عندي كلمسرحية دي انتع الشيدي شجاع حليل اليوم الفنن والممثل في تونس قاعد يعيش صعيبة عيشته صعيبة كيفيش نشوف معناها في زملائي معناها صعيبة برشا معناها اولا اولا تنساو حتى الكستين معدوش يبع ثاني حاجة الثاني حاجة المرتبات الشهرية بتاعهم ضعيفة جدا جدا حتى على المرتبات اللي تقاعدوا كما محمد ساسي الالكتار حسن ما نذكر معنا ميتين وتتساعة وتتساعة وتتسين الف يا رسوليين ممثل كبير كمكك محمد قريع من فرقة المهدية كيف كيف عادي بيا عندو شيخوخة وقالوا بش يكملولو منعرشنوها ورب يفرج علي وعندو حشيك سرطان في الحنجرة رب يشفيه بجيه النبي وغيرهم وغيرهم ناجي ناجح من فرقة قفصة كذلك انا نتصور ايلوتريتهم وكلهم مضعاف فهمتي حمدي مالك وحتى حمدي عمارها وما زال ما اخرش ما نتصور كيف كيف فلاتريتهم ضعيف فهمتني الفرق الاخرى كيف كيف الفرق الجهوية الاخرى كيف 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 كما فاتح المهدوية كلهم كلهم فرق كلهم انا عندو مش رواتب معناها شوال يخرجوا وما تقعد وشوال يمازالوا فهمتني معناها حية قليلة نعم انا نذكر حمد السلوشي لا يا رحمه نذكره كيخرج وقتها مية وحداش في الوقت تذيك كانوا يزيدوا في مئتين الف وقتها في عهد بن حليل لا يا رحمه كانوا يزيدوا في مئتين الف للمبدع يعيسى حراف بكري عادي به كيف خرج بكري بسعين الف معناها تصور عملاق كما حمد السلوشي عيسى حراف يعيوخ المرتب كما كيك ميانوش ولا ميانوش يمكنني ان ترى ثلاث مية وربع تعيش في الوقت هذه والاخر مية تلف تعيش في الوقت هذه وغيرهم وغيرهم معناها من الممثلين اللي ينسيهم كلهم معناها احوالها معناها سيئة جدا معناها بيه انتي كممثل وحتى سمحني حتى على بار القارقة الجهوية فما موثلي كما نوردي من العيال مثل كبير نوردي من العيال موثل قدير منجل أوني برشة معناها هذول ما عندهم مش مرتبات هذول خلاص هذول خلاص كيفش بش يعيشهم بيه كممثل قدير كيفك ومعروف برشة وعملت بصمة للتونسي ماذا تقول اللي الجيل الجديد من الممثلين؟ اللي تتفرش فيهم ايه شوف انا متفرش برشة اتفرشت على الحرق مثلا الحرق عجبوني عندك الحرقة سبحان الله هي والميسترو يجيه ولد جديد يجيه الاخر يجيه خير منهم انا انا صحة ميعملوش على الفن شوفوا حاجة اخرى ميسيلش عن تجربة ايه عن تجربة للهوية اخدم ميسيلش ماك مغروب اخدم انا قبل في ندي المسرح انتعي دي ما شجحهم يقولهم خلوا المسرح للهوية خلوا المسرح للهوية اخوذ استاذ مسرح انا برشة زملاء انا عندك شهرية واحد وميسيلش ما تتركزش مخه كل معناه على الدراما الدراما بربيها تشوفها تجيه في رمضان حنا مانيش شكل ممكن كيما مصر بلد صناعي واحد مثل مسلسل الاثنيونا في رمضان او الاثنيونا اخلطك الدور انا قاعدين نعاود في المسلسلات انا قاعدين يقول اخاتر يفتقروا المادة المالية ما عندهم سيروا ما عندهم اذا كما القناة الثانية انا نتعاود كان في القديم ماذا تقول لجمهورك في كلمة الخيطين والله انا هذك هو اللي رأح في الدنيا هذيه هذك هو اللي رأح ورغم اني نسمى خير من غيري ما قلت لك انا اكبر لما ندخل واحد نسمى ان شاء الله يا ربي ان شاء الله حتى زملائي اللقرين يعني هتتتسوى وضعيات في خطر فما كما قلتك رأي شهريات ما تتقالش رأي شي غريه والله كيفاش واحد يعمل كما محمد سلياسي لكثاري السنوات المعنى السباحي في عمار بو الزر الشابي في مسرحية الشابي جوزيك بولان في كذا وغيرة وغيرة معنى يصبح يهز في مئتين وخمسين وثلاثين وهذه شهرية بربي يقولك كذا يبشيحش بها والعيش اللي راحوا انا وحتى جملائي هي محبة الناس الله يرى والله العظيم لو ساحات يعرضك حد يودي يشفيك معاش تظهر ويبوسك انا مرة واحد والله العظيم رغم اني حشمت منه وقت دوب ما خرجها من الكورونا جاي سلم عليه والبوس قتلولها والله شوف تبعني اك عصباح الستة ونص وانا ماشي الخدمة قال يصور معاك قلت له صور صورنا جاء هكا قلت له لا توا بوسني قلت له قبل ما يبوسني قال لي الله يرحمه مين تكشدت وقت قلت له يجاي بوسني قال لي صورت يبوس وانا وقته وانا مازلت ما كذبش عليك متخوف متخوف حتى بنتي من بعيد وغير 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 وكان احكي لكم الامثلة هذه يجيه يقول الله يرحم والديك يجيه يقول الله يرحم والديك هذيك احنا الحاجة الغنية بها فريمان الواحد غني بها هي محبتك الناس هذوك ربي تصور واحد يصبح عليك بك الضحكة ولكن هذا يقول الله يرحم أمينتك والله الله علي مشاهد هذي معناها هذيك اللي اربحنا احنا وهذي موش شيء شيء غني وهذيك نشكرهم ان شاء الله يشوفوني معناها في اعمال تليق بهم في اعمال ناجح ان شاء الله معناها يكون الدور معناها يكون بيغي بالنسبة لهم خاطرانا ساعة ساعة يقول لي كما تخدمش خير فهمت وبالحق اذا كان واحد يجي الكاريير ومعناها تدور معناها هامي شيء ولا دور كذا على غيران اني قلت كلا والنجم اني نخدم حتى ده ادوار تكملي المهم دور يكون مقنع ويخلي يؤثر المعناها يسيدي كل التوفيق ليك وانشاء الله نشوفوك على شلية ترجعنا للتلفزة وترجع لجمهورك انشاء الله عايشك وشكرا لكم وبرك الله فيكم وبرك الله للقناة والشكر يا عايشك وهكا تفاحستنا لليوم نلقاكم في موعد جديد موسيقى موسيقى